تلقى رئيس عبدالفتاح السيسي اتصالا هاتفيا من نظيره القبروسي نيكوس أنستاسيادس وصرح المتحدث باسم رئاسة الجمهورية بأن الاتصال تناول بحث سبول تعزيز العلاقات التنائية الوتيقة التي تجمع البلدين في مختلف المجالات حيث أكد الرئيس السيسي اعتزاز مصر بمظاهر علاقات التعاون المتميزة مع قبروس وما تشهده من تطور إيجابية مؤكدا تطلع مصر إلى الارتقاء بمختلف جوانب ذلك التعاون البناء لا سيام على صعيد الأمني والعسكري والاقتصدي وكذلك في مجال الطاقة وذلك على نحو يساهم في تحقيق مصالح الشعبين الصادقين وقد أعرب رئيس القبروسي عن حرص على تبادل وجهات النظر وتشاور مع رئيس السيسي تجاه القضايا الإقليمية محل الاهتمام المشترك إلى جانب التنسيق تجاه عدد من موضوعات التعاون الثنائي بين البلدين هذا وأضاف متحدث رئاسة أن الاتصال تترق كذلك إلى استعراض تطورات عدد من القضايا الإقليمية حيث تم تجديد تأكيد على التساق المصالح والمواقف المشتركة بين البلدين في منطقة شرق المتوسطة كما تم بحث سبول تنسيق الجهود مع مصر كشريك رائد للاتحاد الأوروبي في مجال مكافحة الإرهاب والفكر المتطرف والهجرة غير الشرعية